يعني لا تخلون هذا المكان إلا باستئذان من رسول الله صلى الله عليه وآله فلما بدت الحرب وبدت طلائع الانتصار وفر المشركون كخط حربي يتركوا غنائمهم حتى أهل الإسلام ينشغلون بجمع الغنائم وإذا بأولئك قالوا بعد ماكوا دولة فروا ماكوا أحد قنروح نجمع الغنائم فبقي منهم 12 رجل كانوا أسهل بين 500 فارس عند خالد بن الوليد فدخل عليهم فقتلهم وأحاط بالإسلام وكانت الطامة الكبرى في هذا اليوم أصيب الرسول صلى الله عليه وآله أكثر من سبعين جراحة منهم حجر أصابته في جبهته فشجته وكان هم الرسول أن الدم ينزل على التراب لكلا ينزل العذاب على قريش شوف رحمة رسول الله وأصابه حجر آخر في ثنيته فتكسرت أضراسه حتى نادى إبليس لقد قتل محمد صلى الله عليه وآله ففر المسلمون عن رسول الله بقي خمزة بقي أمير المؤمن قال ادفع عني هذه الكتيبة فيدفعها وحمزة يهد في المشركين هدى يقول يقول حبشي ووحشي أنا واقف خلف الصخرة ورأيت حمزة مقبلا علي فرفعت حربتي يقول وهززتها حتى إذا اقتنعت منها وقد رآني حمزة فأقبل علي فأرسلتها إليه فأصابته في ثنته يعني أسفل السر الموضع الأسفل من الباطن وخرجت من بين الرجله حاول أن يتبعني أثرت عليه تلك الحرب فسقط سيدنا حمزة على التراب يلفض أنفاسه وقد توجه ذلك اللعين إلى هند وأقبرها جاءت إليه رأته بتلك الحالة وإذا بها تقول ها وحشي قطع أذني الله أكبر حبز بيت وإذا ذلك اللعين يقطع أذني قالت اجذع أنفه قطع أنفه قالت اقطع أصابعه قطع أصابع شون تمثيل بهذا الرجل العظيم قالت له بقربطن سلت شوف هذا اليوم من شق البطون وإخراج الأكبار وقطع الرؤوس كان له وصلف من ذاك اليوم أيها المؤمنة فأخرج كبد حمزة أخذتها بيدها وضعتها في فمها أرادت أن تلوكها حولها الله إلى حجر فلفظتها صنعت مما قطع وأكثر من ذلك لا أستطيع أن أذكره على هذا المنبار صنعته قلاد لبستها جاء أبو سفيان رفس جسد حمزة سلام الله وجعل يضربه بالرمح وهو يقول ذقيا أكذا فقيل له يا أبا سفيان أهكذا تصنع بأبناء عمك وهم موتاء وين اللي كان يقول إلى شمر وين كان اللي يقول حق عمر ابن سعد أتصنع ذلك بأبناء عمومتك حينما رأى الحسين على بغاء كربلا وقد أمر بعشر من الخيل الأعوجية ترد المولى شاهد نمثل بحمزة تمثيل الرسول أغمي عليه فلما أفاق رأسه في حجره قال لأحد الأنصار انذهب وانظر هنا خمزة يقول جاء رآه بتلك الحالة خاف أن يعود إلى رسول يعني خشي على قلب رسول الله قال يا علي اذهب وانظر عمك جاء أمير المؤمنين نظر إلى خمزة بتلك الحالة فجلس عنده خشي أن يرجع إلى رسول الله عندها قام رسول الله صلى الله عليه وآله وبشى إلى مصرح الحمزة لما رأاه بتلك الحالة بكى رسول الله حتى على نشي يجوه بينما هو يبكي وعلي إلى جانبه يقول رفع رأسه رأى أمرأتين قد أقبلتها قال يا علي انظر من هاتين يعني قد أقبلتها يقول ذهب علي وجاء مصرح قل يا رسول الله هذه أمي والثانية صفية قال دع أمك تأتي وأوقف صفية لا تأتي لماذا يا رسول الله إنه أخوها قال بل أخشى عليها أن تنظر إلى الحمز الله يقول يا رسول الله تخشى على صفية وصفية بالنهاية يجت وإن تخوف على صفية حطيت رداع على الحمزة وغطيت راسها ورجلها حتى لا تشوف الآثار ليتك حاضر في كربلاء لتمنع زينب من النظر إلى أخيها الحسين شلون كان الحسين وشلون كان حمزة قطعت عصابع قطعت كفى الإمام الحسين وخرجت كبد خرجت كبد الحسين بسهم مثل بعد بعد إن كان الحمزة قد أصيب بجراحات فألف ثلاثمائة جراح في جسد الحسين أعظم 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 يا رسول الله قد يدع أنفى الحسين قطع رأسه ما رد جسد حمزة ولكن جسد الحسين رد وزينب تنظر نادة أخي حسين نور عين حسين الحسين يقول قام ثلاثا سقط على الأرض ثلاث مرات ثم جسى على ركبتي المعذرة إلى الله وإليك يا زين فلا أقوى على النهوض يكتيزي نبذاب قلبي من العتاب أنا ثلاث مرات وأوقع فوق اللي تراب ردي الخيمة يا عزيزة لا تضيعين أنا شهمل بقلبي نزف دمي ومزع حشي يمثلث ولا تمكن تطلع الله من قفول يختيت خلون يا موت ولا حد ويا يجيب الإسكان قبل يفرق البن صاحت يا نور العين والله تحيرت بي يا إيك أتمنى تجي يمك وشوف العلة تلبي لا يتركون إن شانفت قلبي وداوك واغسل جرح قلبك يا أخوي بدمعة العين تسمع الحسين يقول أنا عطشان ايش سوت زينب صاقت يا ناس درب المشرع مني يا نبعين لجيب الماء لحسين عطشان خيم سلميين يقول وصلت إلى جسد رأته بتلك الحال نايم أخيش لأنه أحر الشمس غير ارسومه ارسومه وسلبت منم ويهدوم والله ما حد وصل يمي ولا أحد حفر جبرا يا بس تشمر بالسيف جاله وحزن أخرى ولعبت منم ويهدوم فوق صدره وبقي ثلاث أيام لا تغسل ولا انشال يا بعاد يا بعاد اليوم تجه دفا يحفر يا بايا واروي فصل أجمال ما شفنا اليوم تضل عريان وتلعب عليه الخير يا الميد لي مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال ناش اللي القبر تحفر ناش تجيب شيالا يا ببس بدل الزهر داس الشمار تريد زينب تشلية يا عمي توجهت إلى ناحية المدينة وهي تناديم حسن وتعالي تعالي وشوفي كربل السود بحالي أنا بقيتم خير ومن غير وعالي كأني بها ترسوا ده من بعيد وامرأة نادي وولداه وحسين اتجي اللي يمتش يا زينب مو بعيدا ثلت ليالنا ساكن بيدانا شفت الشمر من خاص وريد وريد نوبا اطلع ودور خنصر ايدا ونوبا ارجع ودور شافع ضيدا نقول زينب فقدت الحسين وفقدت اخر اخر لكن شلون كان ايضا مبضع بالسيوف اربا اربا بلا كفان رأسه قد ضرب بعمل رأته بتلك الحال نادت وأخاه وعباشا يا عباشا أنا زينب عند اعتاب بيمن يا قمر وصاك داح الباب ترضى الشيمتك تضربني الاجنام قلها تعتبين يا زينب علينا وين راس وين ايدي وين روحي وروحي تتغصبا علي أنا ببقى بتراب الغاضري اسئلك صفية لما رأت الحمزة بكيت لكن حولها رسول الله يصبرها امير المؤمنين من جانب الزهراء من جانب فاطمة بنت اسد من جانب اسئلك زينب من شافة العباس والحسين من كان يحميها ماكو الا صيات زاجر وشمر على متونها وهي تنادي وجده ومحمده خويا لا تقول ما عند شمروه ولا تقول ضيعت الاخوة تراني ما خوذتني احسن جواش وفي الشمر بياش سوق يا صوت علمتني ايت لا اواء وهو حسين بعدك لا هنعيش ولا لذة مشارب يا الله اللهم إلا نسألك